مصير مجهول يغيشه ملعب راقي الجديد فبالرغم من أن الملعب من ناحية الشكل أو المجسم انتهى بشكل فعلي حيث أن الملعب تم تغطيته بشكل كامل وتم تركيب الكراسي إلا أنه لا تزال التهيئة الخارجية للملعب والتي تعرف بط شديد جدا خاصة وأن العمال المكلفين بذلك يعدون على الأصابع أما إذا عدنا إلى أرضية الميدان فهي مهجورة بشكل كبير حيث لم يتم إلى حتى الساعة الشروع الفعلي في وضع العشب الطبيعي في الملعب وتبقى الأسباب مجهولة هل أصبحت أرضية الميدان تتطلب شهور وسنوات من أجل غرسها؟ أم أن العملية متعمدة من أجل تأخير استلام المشروع؟ من المستفيد من تأخر هكذا مشروع؟ كلف ملايين الدولارات فكلما تأخر المشروع كلما زادت التكلفة فأين السلطات العلية للبلاد من كل هذا؟ وهل أصبح هدر المال العام شيء عادي؟ نطالب من كل مسؤول عن هذا المشروع التدخل ووضع حد لها كذا ممارسات خاصة وأن الشركة الصينية لم تفي بوعديها من أجل التسليم الملعب فأصبح يقارب 12 سنة منذ انطلاقه فمن يحاسب هذه الشركة على التأخر في إكمال المشروع؟ هذا ما جعل الملعب تسيد تكلفته ضغفين وهذا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء من سنة لأخرى ملعب مثل براقي كان سيعطي الإضافة للجزائر العاصمة خاصة وأنها تعيش تغطى كبير من ناحية ملعب كرة القدم بالنسبة للأندياء العاصمية وكان يعطيها حلول فيما يخص استقبال المنتخب الوطني الجزائري لمنافسه لكن التسيب واللا مبالات هي ما جعلت الوضع يبقى كما هو عليه فالملعب حاليا لم يراوح مكانه فبالرغم من أنه تم تكليف شركة فرنسية لوضع العشب الطبيعي في الميدان خاصة وأن هذه الشركة هي من تكلفت بعشب ملعب وهران الجديد لكن لحد اليوم لم تنطلق الشركة وهذا بسبب عدم إغطائها الإغتماد للمشروع كل هذه الأمور تحدث هنا وهي عبارة عن عراقيل لتنفيذ المشروع لكن لن تجدها إلا في الجزائر في الأخير فقط نتمنى أن يصل الفيديو إلى أكبر عدد من الأشخاص وهذا من خلال وضع لايك ومشاركته مع الأصدقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر